عقدت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت اجتماعا بسيئون برأسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس شام السعيدي بحضور الوكيل سالم بن شرمان والوكلاء المساعدين للوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ومحمد الصيعري ومرجعية قبال حضرموت في الوادي والصحراء وكرس اللقاء للوقوف أمام الاختلالات الأمنية ووضع الحلول والمعالجات المناسبة بحسب الإمكانية المتاحة لحلها وصولا إلى مرحلة الاستقرار الأمني بالمديريات وأكدوا في الاجتماع أن على الأجهزة الأمنية المختصة لقيام بدورها في التحري والبحث للوصول إلى من يغف خلف الأعمال الإجرامية كما نغشوا تنفيذ عملية تفعيل دور مراكز الأمن بجميع مديريات الوادي والصحراء والسعاب المجندين من أبناء حضرموت للعمال ضمن الأجهزة الأمنية المختلفة وامتابعة الجهات العليا والتحالف العربي في توفير المرتبات والأسلحة وكل ما من شأنه الرفع بالجاهزية الأمنية واستتباب الأمن ترجمة نانسي قنقر